السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الابتدائي في مدرسة المناهل الدولية نسأل الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة في شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأمان طلابنا الأعزاء اليوم سنكمل في دروسنا في دروس الرياضيات المفيدة والممتعة والمسلية اليوم سنتابع في دروسنا وعنوان درسنا لهذا اليوم السعة درسنا اليوم عن السعة نحن الآن في وحدة القياس أخذنا سابقا الطول والكتلة اليوم سنتعرف على موضوع جديد وهو السعة ما هي السعة يا ترى ولكن قبل أن ندخل في درسنا أحببت أن أطلعكم على حكمة جديدة مرتبطة بالرياضيات فالبعض منكم قد يرى صعوبة في مادة الرياضيات ولكن الرياضيات هي غذاء نعم الرياضيات هي غذاء غذاء الروح وغذاء العقل حكمتنا لهذا اليوم تقول غذي قلبك بالآيات وغذي عقلك بالرياضيات نعم الإنسان بماذا يغذي قلبه بالآيات؟ بآيات الله بآيات الله نغذي قلبنا كيف نغذي عقلنا؟ العقل أيضا بحاجة إلى غذاء ما هو غذاء العقل؟ الرياضيات نعم الرياضيات هي غذاء العقل إذن حكمتنا لهذا اليوم غذي قلبك بالآيات وغذي عقلك بالرياضيات الرياضيات هي مادة سهلة ومفيدة وممتعة وغذاء للعقل تنشط العقل والذهن هي غذاء للعقل اليوم سنتابع كما قلت في درس السعة أخذنا سابقا عدة دروس لها علاقة بالقياس منها الطول والكتلة اليوم هو درسنا عن السعة ما هي السعة يا ترى؟ ما تعرف السعة؟ ما هي السعة؟ السعة هي كمية السائل التي يمكن أن يحتويها وعاء يعني أخذنا سابقا الطول وأخذنا الكتلة وهما مفهوما مستقلة السعة هي كمية السائل التي يمكن أن يحتويها وعاء إذا كان لدي وعاء وملأته بسائل فهذا الحجم داخل الوعاء أسميه السعة سعة الوعاء أي كمية السائل التي يمكن أن يحتويها أي وعاء إن كان كبيرا صغيرا وبأي حجم كان أخذنا بأن للطول واحدة الطول تعلمنا كيف نقيص الطول إما بالسانط أو بالمتر أيضا الكتلة كيف نقيصه؟ الكتلة بالغرام والكيلوغرام السعة ما هي وحدة السعة؟ ما هي وحدة السعة؟ من أهم وحدات السعة التي سنتعلمها ونأخذها اليوم هي اللتر من وحدات السعة اللتر ويرمز له بلام حرف اللام أول حرف من كلمة لتر ما هو اللتر؟ وبكم يقدر اللتر؟ ذهبت أنا واشتريت علبة مياه غازية لأعرف كم يوجد بداخلها كم تحتوي كم سعتها وأتيت بهذه العبوة كما ترون وبدأت أفرغها في أكواب وضعت أمامي أكواب حتى تمتلئ وكان مكتوب على هذه العبوة واحد لتر فأريد أردت أن أستكشف كم يساوي الواحد لتر؟ كم كأسا سيملأ عندي؟ ملأت عدد من الكؤوس حتى انتهت العبوة وملأت لي هذه العبوة التي كتب عليها كما ترون واحد لتر ملأت لي كم كأس كم كوب أربعة أكواب إذن فاستنتجتوا أن كل واحد لتر يساوي كم أربعة أكواب تقريباً إذن نستنتجوا بعد هذه التجربة أن أربعة أكواب تشكل لتراً واحداً تقريباً إذن اللتر يساوي أربعة أكواب أو أربعة كؤوس تقريباً وأو تسمي ما أضع ما وضعت داخل هذه العبوة السعة إذا سألت كم تتسع هذه العبوة؟ لقد قمت بالإجابة بعد أن تأكدت بنفسي واحد لتر أربعة أكواب هي واحد لتر إذن السعة هي كمية السائل التي يمكن أن يحتويها وعاء أي سائل؟ مياه، حليب، مياه غازية، أي سائل؟ كيف سأقيس السعة؟ كم أقول؟ كم تتسع عبوة المياه الغازية؟ هل أقول تتسع بالسانتي؟ هل أقيسها بالسانتي؟ بالغرام؟ كلا، وحدة السعة هي ماذا؟ اللتر، اللتر هو وحدة السعة تعالوا لننتقل لنوازن بعض ساعات الأوعية المختلفة مع اللتر تعلمنا نحن أن اللتر هو أربعة أكواب، صحيح؟ تعالوا لنرى هنا لدي ثلاثة أوعية مختلفة في الحجم الوعاء الأول هو كأس حليب، الصورة الثانية قارورة ماء، الصورة الثالثة هنا إبريق ماء يا ترى، هل سعة هذه الأوعية واحدة؟ كيف سأقارن بينها؟ أنا لدي، تعلمنا سابق أن أربعة أكواب هو واحد لتر هنا لدي كوب واحد، هل أقول أن هذا الكوب سعته لتر؟ كلا، هو ماذا؟ أقل أم أكثار؟ هذا الكأس، هل هو أقل أم أكثار؟ أقل من واحد لتر إذن الكأس الواحد هو كم أقل من واحد لتر هنا قارورة الماء البلاستيكية كم تساوي قارورة الماء صحيح واحد لتر تقريبا إذن قارورة الماء هذه ليست صغيرة إنما متوسطة الحجم واحد لتر آتي إلى الصورة الثالثة إبريق الماء الكبير هذا كم يتسعي التراب كم يوجد فيه هل أقول أن سعته أقل من واحد لتر أم واحد لتر أم أكثر صحيح أكثر من واحد لتر إذن هنا وازننا سعات الأوعية بحسب اللتر كل وعاء انظروا الكوب هو أقل من واحد لتر لأنه أربعة أكواب واحد لتر فكوب واحد هو أقل من لتر أيضا هذه القارورة واحد لتر تقريبا وهذا الإبريق الكبير أقول أكثر من واحد لتر قد يكون لتر ونصف أو لترين إذن قارننا هؤلاء الأوعية مع اللتر واستنتجنا أن الكوب أو الكأس أقل من واحد لتر القارورة واحد لتر والإبريق أكثر من واحد لتر تعالوا معي لنتحقق أيضا من مجموعة من الأوعية هنا لدي ثلاثة أوعية إبريق شاي كأس شاي وحوجلة ما هي الحوجلة؟ هي إناء ووعاء يوضع فيه السمك كما ترون ماذا هنا؟ يسألوني رتب الأوعية الآتية من الأقل سعة إلى الأكثر سعة مستعملة الأعداد واحد اثنان ثلاثة أي سأرتب هذه الأوعية من حيث سعتها من الأقل إلى الأكثر برأيكم من الأقل سعة؟ من الأقل سعة؟ الإبريق أم الكوب أم الحوجلة؟ ما الأقل سعة؟ صحيح كأس الشاي أقل من واحد لتر هنا من يأتي بعده؟ من؟ صحيح إبريق الشاي من الأكبر؟ الحوجلة انظروا كم تتسع من الماء إذن هنا رتبنا الأوعية من الأقل سعة إلى الأكثر سعتان الأقل سعة كوب الشاي ثم إبريق الشاي ثم الحوجلة ثم الحوجلة الآن لدي أيضا هنا مجموعة من الأوعية سأقدر كل وعاء وسعته التقديرية ونحن في بداية الدرس قلنا أن القاعدة الأساسية تقول لي أن كل أربعة كؤوس يا لترون واحد تعرفنا على مقدار اللتر ومنه سنستنتج كل هذه الأوعية إن كانت لتر أو أقل من لتر أو واحد لتر الصورة الأولى ما هي الصورة الأولى؟ ما هي وعاء الحليب للطفل الصغير؟ هذه قارورة الحليب للطفل الصغير كم تتسعيات ترى؟ ما هي ساعتها التقديرية برأيكم؟ ما هي الساعة التقديرية؟ أقل من لتر واحد؟ أكثر من لتر واحد؟ أم لتر واحد تقريبا؟ ما رأيكم هذه؟ صحيح أقل من لتر واحد علبة الحليب هذه علبة الحليب التي نشتريها جميعا من البقالية كم تتسع؟ ما هي ساعتها؟ كم يكون مكتوب عليها؟ صحيح لتر واحد تقريبا قدر الطعام هذا قدر الطعام الذي تطهو به الأمهات كم يتسع من السائل؟ أقل من لتر أم أكثر من لتر أم لتر واحد؟ ما رأيكم هذا الوعاء الكبير؟ كم يتسع؟ ما هي ساعتها التقديرية؟ صحيح أكثر من لتر واحد نأتي إلى قارورة الماء قبل قليل كم قلنا؟ كم ساعتها التقديرية هذه القارورة المتوسطة؟ كم ساعتها؟ صحيح لتر واحد تقديرية فنجان القهوة فنجان القهوة عندما يشرب الأب أو الأم القهوة كم يضعون فيها؟ كم يتسع فنجان القهوة؟ هل يتسع لليتر؟ كلا كام؟ صحيح أقل من لتر واحد دلول الماء هذا دلول الماء الذي نسقي به النباتات في شرفة المنزل أو في حديقة المنزل كم نضع فيه؟ كم يتسع هذا الدلول الكبير؟ هل يتسع لأقل من لتر؟ أم واحد لتر أم أستطيع أن أملأه بأكثر من لتر؟ كم؟ صحيح أكثر من لتر واحد إذن هنا قمنا بوصل الوعاء وسعته التقديرية إذن قدرنا هنا كل وعاء إما أن يكون أقل من لتر واحد كوعاء علبة حليب الأطفال وفنجان القهوة أكثر من لتر واحد ماذا كان لدي؟ قدر الطعام ودلو سقاية الأزهار ومن كان عندي يساوي لتر واحدات؟ علبة الحليب وقارورة المياه الآن أصبحنا قادرين على الحكم على أي وعاء كم سعته التقديرية؟ صحيح الآن سوف أيضا نتحدث عن سؤال طرح علينا في الدرس كم لتر تشكل ثمان كؤوس ممتلئة بالماء تقريبا؟ كم لتر ثمانية كؤوس في أول الدرس؟ كم قلنا؟ اللتر الواحد كم كأس؟ أربعة تعالوا لنضع أربعة تعالوا لنضع أربعة كؤوس ماء واحد اثنان ثلاثة أربعة ملأتوا أربعة كؤوس بلتر واحد إذن أربعة كؤوس لتر تعالوا لنملأ أربعة أخرى سنكمل خمسة ستة سبعة ثمانية كم لتر احتجتوا لأملأ هذه الكؤوس الثمانية؟ أول أربعة لتر وأربعة أيضا لتر آخر إذن كم لتر تشكل ثمانية كؤوس ممتلئة بالماء تقريبا؟ كم لتر تشكل؟ كل أربعة لتر ثمانية كؤوس كم تشكل؟ صحيح أحسنتم إذن تشكل ثمانية كؤوس ممتلئة بالماء لتريني تقريبا؟ لتريني تقريبا؟ أحسنتم الآن سوف نتمرن على سؤال آخر أكتب السعاد باستعمال أقل من أكثر من تقريبا واحد لتر لدي أربعة صور سأحد سعة كل وعاء إما بأقل من أو أكثر من أو تقريبا هنا أيضا موازنة جميلة ماذا نرى في الصورة الأولى؟ ملعقة الملعقة يا ترى هنا هذا الوعاء الصغير الأجوف كم تتسع الملعقة؟ هل أقل من أكثر من تقريبا ماذا؟ الملعقة كم تتسع الملعقة؟ صحيح أقل من لتر واحد هنا هذا الدلو دلو الماء كم يتسع يا ترى هذا الدلو الكبير؟ صحيح أكثر من لتر واحد دونوا معي هنا إبريق هنا إبريق الحليب هذا كم يتسع هذا الإبريق؟ كم يتسع؟ تقريبا لتر واحد صحيح فنجان القهوة؟ مرة معي سابقة كم يتسع فنجان القهوة؟ كم يتسع عندي؟ لكم؟ ماذا سأقول أقل أم أكثر أم تقريبا؟ أقل من لتر واحد إذن هنا كتبت السعاد لهذه الصور الأربعة الأوعية الأربعة الملعقة أقل من لتر واحد دلو الماء أكثر من لتر واحد إبريق الحليب تقريبا لتر واحد فنجان القهوة ماذا؟ أقل من لتر واحد إذن الآن أستطيع أن أحكم وأقيس وأعطي المقاييس وأحدد السعاد لمختلف الأوعية إن كانت تساوي لتر أم أقل من لتر أم أكثر من لتر واحد الآن لدي تمرين آخر أيضا عن يسألوني عن خزان وقود سيارة سعة خزان وقود السيارة أربعون لتران السيارة كيف تتحرك بواسطة الوقود؟ أين يوضع الوقود؟ يوضع في خزان في وعاء هذا الخزان الوقود هو سائل يوضع في داخل الخزان لذلك تسمي ما يوجد في الخزان سعة سعة خزان وقود السيارة كم؟ أربعون كيلوغراما؟ كلا أربعون لتران وكان فيه لم يكن ممتليا وكان فيه خمس وعشرون لتر من الوقود هل كان مكتملان؟ كلا كم لتر يلزم كي يمتلي؟ سعته يتسع حتى نهاية أربعون لتر وكان فيه خمس وعشرون لتر كم لتر يلزم كي يمتلي؟ فيه أربعون وهو يتسع لأربعون وكان فيه خمس وعشرون ما العملية الحسابية التي سأقوم بها ما العملية الحسابية صحيح 40 ناقص 25 كم 15 لتران إذن يحتاج كي يمتلئ كم 5 15 لتران سعته الإجمالية 40 لتران وكان فيه 25 كم يحتاج 15 لتران الآن أجرينا بعض التمرينات حول السعة والليتر الآن سوف ننتقل إلى الأنشطة والتدريبات هل أنتم مستعدون؟ سننتقل الآن إلى الأنشطة والتدريبات السؤال الأول ضع إشارة صح أمام السعة الصحيحة لنرى هذه الأشياء والصور هنا لدي أشياء وأوعية وهنا لدي أمامك كل وعاء أقل من لتر واحد أكثر من لتر واحد لتر واحد تقريبا سأنظر وسأضع إشارة صحيحة عند الإجابة والسعة الصحيحة ما هذا؟ هذا برميل خشبي كم ياتر يتسع البرميل؟ أقل من لتر واحد؟ أكثر من لتر واحد؟ أم لتر واحد تقريبا؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ صحيح أكثر من لتر واحد إذن هنا البرميل يتسع لأكثر من لتر واحد الصورة الثانية الوعية الثانية ما هذا؟ كوب فيه قليل من العصير كم ياترى سعته الصحيحة؟ كم؟ الكوب الغير ممتلئ كوب غير ممتلئ كم؟ صحيح أقل من لتر واحد قدر الطعام؟ مرة معي سابقا كم يتسع؟ قلنا قدر الطعام؟ كم يتسع؟ أقل أكثر ولا لتر واحد؟ كم؟ صحيح أكثر من لتر واحد ما هذه؟ دلة القهوة كم تتسع؟ ما هي سعتها؟ هل أضع فيها لتر؟ أم أكثر؟ أم أقال؟ دلة القهوة كم؟ صحيح إذن تتسع لأقل من لتر واحد هنا ما هذا؟ حوض سمك هذا حوض مرة معي سابقا حوجلة الحوض أكبر من الحوجلة انظروا إلى هذا الحوض الممتلئ بالماء كم سعته الصحيحة برأيكم؟ أقل من لتر أم أكثر؟ أم لتر واحد؟ ماذا تقولون؟ صحيح أكثر من لترين واحدين الصورة الأخيرة ماذا نرى هنا؟ عبوة ماء كم قلنا عبوة الماء تحتوي؟ كم سعتها؟ صحيح لترون واحد تقريبا إذن قمنا بوضع إشارة صحيحة أمام السعة الصحيحة للبرميد ولكوب العصير وقدر الطعام وذلة القهوة وحوض السماء السماء ووعاء أو وقارورة الماء الآن ننتقل إلى السؤال الثاني لدي مسألة عام المسألة الأولى ماذا تقول؟ ألف تستهلكوا أسرة لتر من الحليب في اليوم في كل يوم هذه الأسرة تستهلكوا يشربون لتر من الحليب في الفطور كم لتر تستهلك في الأسبوع؟ كل يوم لتر واحد كم تستهلك في الأسبوع؟ الأسبوع كم يوم؟ صحيح سبعة أيام كل يوم لتر في الأسبوع كم لتر؟ ما هي العملية الحسابية؟ هناك كل مسألة تطرح علي يجب أن أحلها لا يكون شفاهي إنما يجب أن أجري عملية حسابية ما هي العملية الحسابية؟ كي أعرف صحيح الضرب ماذا سأدرك؟ كل يوم لتر وكم يوم في الأسبوع؟ سبعة واحد ضرب سبعة يساوي سبعة الواحد عنصر حيادي سبعة لترات كم لتر تستهلك في الأسبوع؟ هذه الأسرة سبعة لترات كيف عرفنا؟ ضربنا كميات سعة أو كمية الحليب بعدد الأيام بعدد أيام الأسبوع واحد ضرب سبعة يساوي سبعة إذن تستهلك سبعة لترات ننتقل إلى المسألة الثانية باء احتاجت لانا ماذا احتاجت لانا؟ ماذا تفعل لانا؟ أربعة كؤوس لإفراغ لتر واحد من العصير هل هذا صحيح؟ نعم أربعة كؤوس تحتوي لتحتوي لتر واحد من العصير احتاجت لانا أربعة كؤوس لإفراغ لتر واحد من العصير كم كأسا تحتاج لإفراغ ثلاثة لترات من العصير؟ لانا يبدو أن لديهم حفلة وأحضروا ثلاثة لترات من العصير كم كأسا يحتاجون كل أربع كؤوس كم كأسا تحتاج لإفراغ ثلاثة لترات من العصير ما هي العملية الحسابية سأقوم بها أيضا هنا صحيح أيضا الضرب كم لتر لديهم ثلاثة لترات وكل لتر أربع كؤوس ثلاثة ضرب أربعة كم يساوي إثنى عشر كأسا صحيح إذن تحتاج لنا إلى إثنى عشر كأسا كي تملأ ماذا كي تفرغ ثلاث لترات من العصير إذن درسنا اليوم كان عن السعة وقلنا بأن السعة هي مقدار ما يحتويه أي وعاء بالسائل وقلنا أن من وحدات السعة هي ماذا اللتر إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزائي الله آملوا أن تكونوا قد استفدتم من درسنا لهذا اليوم واستمتعتم به تقبل الله منا الصلاة والصيامة وصالح الأعمال ورمضان مبارك علينا وعليكم وكل عاما وأنتم بخير وألقاكم بدرس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته